النهاردة بقى على طول ماتش الزمالك تدي الزمالك شافوا النهاردة مسيطر على الماتش وكسب مسيطر مسيطر بسألك الله العظيم يعني بصراحة عيب وحرام اللي بيحصل طبعا الناس هتطلع برضو واتهاجمني والكلام ده يا جماهير الزمالك بالأمانة وبما يرضي ربنا انت النهاردة مش كنت قد على عصابك لآخر ثانية قبل ما الحكم يصفر هل ده نادي الزمالك مضغوط من اول الشهد التاني الاخره ينفع مش ده ده انت اللعيب في نادي الزمالك مع كل احترامه التقدير يجيب اربعة خمسة من لعيب الطلاق بالامكانيات بقى والفلوس والصيد والفانيلا والجماهيرية فانا مع بصراحة يعني عشان لما بنقول الدين يحذر مني في البحر بتزعج طبعا انتوا عجبكم النهاردة الأداء عجبكم نادي الزمالك النهاردة اكتر الجماهير اللي افهمة النهاردة واللي هي عارفة ايمة نادي الزمالك اكيد النهاردة الضغط عالي والسكر عالي وما تقوليش بقى المهم من التلاتة بونت هل الكلام ده يوصلنا انك تاخد بطولة افريقيا بالشكل ده باللعيبة دي طب قل يا كابتن هجمات الخطرة كتعنات الزمالك ايه مش خطرة بغض النظر انا بكلمك برضو في الملعب الناس سؤالك ما مفيش حاجة راعة عليك مرمونات الزمالك بس نادي الزمالك بيلعب زود ديفنس دفاع منطقة ده اخر ربع ساعة بيلعب ده حتى نزل كمان الناشئ الزغير اللي عيبه مساك بقى اتنين مساكين عبدالغاني والناشئ ده اسمه مرعي ولا مين حسام عبدالمجيد حسام عبدالمجيد وعبغاني وراهم وسقط محمود علاء يعني بقى لبرو مع خايف يا عمي ماشي بس مع الفرق الكبيرة مع النادي الاهلي اعمل الكلام دوت مع بيرام الزمات في الدفاع تعمل الكلام ده انما كمان انت لقى الجيش هل المستوى ده يطمنك انا مليش دعوة بالمتشاط دي بس هل مستوى اللعيبة يطمن ان انت تنافس على بطولة افريقيا بالشكل بس انا هقول لك حاجة البعض بيقول يا كابتن ان مستر كارترون بيعرف اتعامل في المتشاط الكبير المتشاط اللي زي كده يهمه ان هو ياخد التلت نقاط وخلاص مش ده هتقال برضو ولا انا غلطان معنا لسه بقولك ما تقوليش الموادس يعني المتشاط بتاع الدوري ابطال افريقيا لو انت الان ده الان على الاهلي والزمالك كمان مع الاهلي برضو نفس القصة وده برضو اللي يشيلها اللجنة الخماسية انت عامل كل تلت ايام ماتش ليه ما تديها كل خمس ايام ادي راحة لانك انت ما تديتش للعيبة دي فترة اعداد تقف على رجلها صح بدليل الاصابات اللي احنا قلنا هتبقى فيه اصابات زي الرزم يا عام معاد ايه ما انت رجعت الدوري خلاص رجعت الدوري انهيه بشكل كويس عشان اللعيبة النهاردة ساسة صاد بين شرق اللي هو نادي الزمالك الفترة الاخيرة اللي بيوديك له الجون اصاب في التسخير وبعدين انت بتشوف دلوقتي الاتحاد الافريقي بيقول باعت للاتحاد المصري قول لي الفرق اللي انت هتحطها في السنة الجاية في الدوري ابطال افريقي ما هو برضو مضغوط مين اللي مضغوط اللجنة الخماسية مضغوط يا عم مضغوط ايه ما هو يخليها بص يخليها ماشية كده طالما ان انت رجعت الدوري خل كل خمس ايام ماتش عشان تشوف مستوى ما فيش اصابات فكر المدربين اللعيبة تاخد برحة في الاستشفاء ماشي انت كلامك مضغوط انت عارف لو على كلامنا كده لو انت بتتكلم على اسبوع ماتش مسلا في الاسبوع لا انا بقول كل خمس ايام كل خمس ايام اه اضرب بقى في تلاتين يوم يعني ست ماتش انت الوقت هنقول مسلا زماني 25 ماتش خلاص لها يبقى فاضل كم اسبوع او كم مباراة 11 ايه 11 ولا 10 في 11 بسش ارقام دي تسعة ادي لا ادي خمسة تلاتين 36 اربعة ايبقى ايه لا مش حداشة خمسة تلاتين عشان ايبقى خمسة واربعة يبقى كام اربعة و تلاتين ماتش يبقى ايه خمسة تسعة تسعة مباراة يعني تسعة اسابيع لو انا هلعيبها زي ما انت بتقول حلو الكلام تسعة اسابيع انت هتخلص فين بقى يخلص وقت ما يخلص بقى كبت ان يخلص وقت ما يخلص والدور الجاي احسن بقى انت بقى انت رجعته ليه رجعته عشان انت موت اللعيبة يعنيش طب انت بقص بص بص بقى فيه مدربين بيتظلم اهو وجهة نظر فيه مدربين قولت نظر اتحاد الكورة يقولك انت مقايد 30 لعيب ليه وجاب 30 لعيب ليه وبتصرف على 30 لعيب ليه وعندك قطاع ناشئين ليه ما هدي النقطة ونادي ينكو برزا الاهل والزمالك ما دي برضه طب ما اشوف كم من الاصابات اللي عند النادي الاهل ونادي الزمالك قبله ماشا واللعيبة مؤسرة يعني اللي بتصاب اللعيبة المؤسرة يعني بين شرق النهاردة وساسي لو الزمالك لعب ايه صديق اصابة يعني بتاعت اشرف بن شرق النهاردة يعني قبل المطش يعني طب مش ممكن يستعجل يرجع على قدر الله يجيله ماذا يقعد فيه شهر صح طيب احنا احنا بديتكلم على كده لان الاساس مش كويس لانك انت اللعيبة واخدى خمس شهور قاعدين في البيت وكان بقولك كل اللعيبة وانت وانا والدنيا كلها تخاف تخرج من قدتك تروح لقودة التانية لا يكون كورونا في استنيعات حصل ولا لا محصلش فاللعيبة كانت قاعدة سلبية انت عارف لو مثلا بينزلوا ويتمرنوا واخد مثلا مش كله كان بيتمرن بالشكل اللي مثلا زي طارق حامل زي بعض اللعبين المهترفين طب ودول فرق ايه ما عرفش طارق حامل بيتمرنه هو زي يوم زي اللي ما كانش بيتمرن وطارق حامل تصفى اول مطشين ثلاثة لما رجع الدورة مش هو الوحيد اللي كان بيتمرن قبل الدورة يعني اداء النهاردة الزمالك بسبب ضغطة المباريات ضغط المباريات الراجل برضو من بدري ما عملش تدوير